مساء الخير لدى توقيعه اليوم على قانون الأمن القومي الأمريكي المزنر بالأسلحة والملغم بالمساعدات إلى كل من أوكرانيا وإسرائيل وتايوان وصف الرئيس جو بايدن اللحظة بأنها يوم عظيم للسلام العالمي في وقت تشكل الجهات الثلاث التي يسلحها بايدن بؤرا للتوتر في العالم وتنشر النار وتداعياتها على العالم بأسره وفيها يوقد بايدن حطبا في موقدة الحرب الروسية الأوكرانية ويسعر الإبادة الإسرائيلية في غزة ويمول اشتياح رفح ويؤلب تايوان على الصين لاطشا منها في الطريق شركة تيك توك التي يريد نقل ملكيتها لغير الصين أو سيتم حضرها هذا هو يوم السلام العظيم في العرف الأمريكي والذي يطارد طلابا في جامعاتهم لأنهم عبروا عن تضامنهم مع غزة وطالبوا بوقف تسليح إسرائيل فتحولت جامعة كولومبيا إلى مركز اعتقال وتمت الاستعانة بوحدات الحرس الوطني للتصدي للطلاب ما نقل العدوى إلى المزيد من الجامعات في شتى أنحاء الولايات المتحدة وأمريكا التي كانت تدعم الحريات في العالم وتغذيها بالشعارات وتحرك الربيع العربي لم تقوى على حرية في جامعاتها وفي قلب نيويورك تحديدا التي ترفع مجسم تمثال الحرية فقد وجه 26 من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة إلى وزير العدل دعوا فيها إلى استعادة النظام في الجامعات التي تم إغلاقها فعليا من قبل ما وصفوها بالعصابات المعادية للسامية التي تستهدف الطلاب اليهود على حد تعبيرهم واليوم تنشر الولايات المتحدة ملياراتها وأسلحتها في مناطق مضطربة ونارية ولا تستمع لصوت الطلاب أو حتى الاتحاد الأوروبي الذي قال رئيس سياساته جزاب برال إن دمار غزة يفوق محل بمدن ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وللبنان وجنوبه حصة من هذا الدمار في قرى شهدت اليوم على أعنف الجولات والغارات وتوعد وزير الحرب الإسرائيلي بأن تكون الفترة المقبلة حاسمة في الجنوب قائلا نهاجم عناصر حزب الله فنصفهم قتل ونصفهم الآخر مختبئ وهو الإدعاء نفسه الذي تروجه إسرائيل عندما تزعم القضاء على حماس ثم تطلب التفاوض معها ويتراء لها طيف يحيى السنوار في عين الشمس فوق الأرض ليتضح أنها صورة قديمة لرجل الطفان الأول وإذا كان المقاومون قد أزيل عن وجه الأرض فلماذا تحشد إسرائيل اليوم مفودها ورسلها إلى لبنان لعودة الحديث عن تطبيق القرار 1701 وإزاحتهم إلى موراء النهر ومن هؤلاء الرسل وزير خارجية فرنسا بعد الألماني والأوروبي والبريطاني والهنجاري وفي معلومات الجديد أن السعي الفرنسي يحمل معه ورقة منقحة عن الورقة الفرنسية القديمة سيقدمها إلى المسؤولين اللبنانيين قبل أن ينتقل إلى السعودية وأسرائيل أما بند الورقة فتطرح فصل المسار اللبناني عن غزة والبدأ بتطبيق القرار 1701 بالتدريج وليس دفعة واحدة والعنوان الأبعد مدى لهذا الطرح وغيره من الأفكار العالمية هو يبعد حزب الله عن جبهة الجنوب لتبدأ إسرائيل اشتياح رفح بضمير متاح أو أعطنا ضمانة بألا تحرك المقاومة جبهة الجنوب وتغير قواعد الاشتباك لدى البدء بالدخول إلى رفح وإبادة مليون واربعمائة ألف فلسطيني فماذا سيكون الجواب اللبناني هناك احتمال أن يستند إلى تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي نفسه ويتم إبلاغ المفادين أن مقاتلي حزب الله نصفهم ماتوا ونصفهم الآخر مختبئ ولا حاجة للطلب من الحزب الانسحاب إلى ما وراء النهر أو أن الجواب الرسمي الفعلي والذي يستند إلى القرار الدولي فإن الألف سبعمائة وواحد يلزم الطرفين فاطلبوا من إسرائيل أن تطبق أولا إلى يلتزم لبنان وليس هناك من تفاوض على هذا القرار بل مراحل تطبيق وتنفيذ ونقطة انتهى